من القضايا التي تدرس في علم الدلالة تطورها تطور الدلالة التطور هو أخذ طور جديد الدخول في طور جديد تبدل الحال تطور الدلالة هذه ظاهرة شائعة في كل اللغة يلمسها كل دارس لمراحل نمو اللغة وأطوارها التاريخية ويعده المتشائم بمثابة الداء لاحظة هذه مهمة يعده المتشائم بمثابة الداء الذي يندر أن تسلم منه لغة في ناس يخاف من التغيير يخاف وهذه تحد مشكلة التغيير ليس مشكلة بالعكس التغيير يفيد وليس دائما فإذا حصل في اللغة تغيرات ليس بالضرورة أن تكون بارة وممكن تكون بارة يعني العبرة لماذا أعطينا عقول حتى نميز ومن المتخصصين في علوم اللغة من يؤمنوا بأن هذا التطور الدلالي أنه مسايرة للزمن أنه حاجة طبيعية في كل اللغات وأنه لا مانع فيه فإذا هذا هو المراد بتطور الدلالة وهذه القضية من قضايا هذا العلم تطورت دلالات ألفاظ اللغة العربية وتوسعت معانيها لتعبر عن معاني جديدة لم يألفها العرب من قبل يعني العرب القدامى الذين تكلموا باللغة العربية أولاً كان اللفظ عندهم له دلالة معينة ثم مع الزمن اكتسب دلالات جديدة تحول من محسوس إلى مجرد من مجرد إلى محسوس والأمثلة على ذلك كثيرة فمثلاً كلمة برهان مأخوذة من برها الرجل أي ثاب جسمه بعد أن كان معتلاً ثم أصبحت يعني بعد أن كان فيه مرض فيه علا ثم أصبحت تدل على الحجة وما فيها من بيان ونصوع إذن اللغة تتطور تتطور عبر الأزمان وحسب احتياجات الذين يتعاملون بها مستخدميها واللغة يعني لن تثبت على حال أبداً يعني ستظل في تطور لكن تطور يعني مدروس وتطور له قيمته في هذه اللغة وكثير من ألفاظ اللغة تطورت إلى معاني لم تكن يعني مرتبطة بها في أول أمرها فمثلاً كلمة الأجير إحنا حالياً إذا قلنا كلمة أجير يخطر في بالنا يستأجر لعمل معين الخادم مثلاً أو الذي يعمل فالحديث النبوي أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه تطورت دلالة هذه المفردة وأخذت معناً لم تكن تدل عليه وهو الخائن لوطنه الذي يعني مثل قولة العميل العميل أيضاً يعني هذه من المفردات التي نلاحظ أنها تستعمل هكذا وهكذا تستعمل بمعنى شخص يعني يعمل وكذا وتستعمل بمعنى شخص أيضاً يعني تستعمل مثلاً بمعنى زبون وتستعمل أيضاً بمعنى الشخص الذي يخون وطنه فهي مثلاً مثل كلمة الأجير في هذا المعنى أو في هذه الدلالة العميل والأجير نفس المعنى الذي يخون الوطن لكن الأجير لها دلالة أو أولى اللي هي العامل لفظ الشيخ هذه كانت تطلق على الرجل المسن سن أو مرحلة مراحل عمر الإنسان اللي هي الشيخ وقائد وصلها الإنسان يقول شيخ استخدمت في فترة من الزمن كلقب اجتماعي للشخص الذي يتمتع بوجاه صرنا ينشوف مثلاً شيخ آل فلان وشيخ آل فلان وكذا صاحب مركز اجتماعي وبعدين تحددت وصارت أكثر تخصيصاً بإذا قلنا شيخ يعني أكثر ما يتبادل الأذهان الدلالة الأولى ربما التي تخطر في الأذهان هي شيخ الدين الذي يتفقه في الشريعة ويعرض الناس ويكون على علم بعلوم الدين ترجمة نانسي قنقر